افتتحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جزءا من الشارع الجديد المؤدي إلى مطار البحرين الدولي وذلك بحضور عدد من المسؤولين وموثلي شركة مطار البحرين وبهذا الشأن صرحت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة هدى عبدالله فخر بأن هذا الافتتاح الجزئي للشارع هو افتتاح مرحلي تدريجي للشارع 2403 قبل الافتتاح الكامل للشارع بالتزامن مع افتتاح وتشغيل مبنى المطار الجديد خلال شهر مارس القادم واتبعت الوكيل المساعد للطرق أن الوزارة انتهت من جميع أعمال الطرق الرئيسة فيما تقوم حاليا بالعمل على الأعمال الإضافية على المشروع مثل أعمال التشجير والتجميل على جوانب الطريق الجديد بالذكر أن هذه المرحلة جزء من مشروع متكامل من أربعة مراحل يهدف إلى تحسين شبكة الطرق الحالية ورفع كفاءتها لضمان سيابية الحركة والوصول إلى مبنى مطار البحرين الدولي ترجمة نانسي قنقر